حركة المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا أمام تمديد جديد مدته ستة أشهر قرار سوري يرد على محاولات الاستثمار السياسي الغربية في قضايا السوريين الإنسانية وينهي واقعا فرضته واشنطن وحلفاؤها في مجلس الأمن الدولي من خلال إصرارهم على مشروع قرار يتجاوز دمشق ويرفض أدخال تعديلات تنعكس على الوضع الإنساني الصعب لكل السوريين اتخذنا القرار السيادي بمنح الأمم المتحدة وأوكلاتها المتخصصة الإذن باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في شمال غرب سوريا بالتعاون والتنصيق الكاملين مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر تبدأ من الثالثة عشر من تموز يوليو من هذا العام الرسالة السورية إلى مجلس الأمن دعت إلى السماح للجنة الدولية للصريب الأحمر والهلال الأحمر السورية بالإشراف على توزيع المساعدات في مناطق سيطرة المعارضة طلب يهدف إلى نزع هيمنة المسلحين على ملف المساعدات في ظل خروج تلك المساحات شمال غرب البلاد من السيطرة أن السيادة على الأرض إنما تكون من خلال دخول هذه المساعدات من خلالها من خلال الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري بعيدا عن أي تدخلات سياسية تريدها الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا بشكل خاص الرد السوري يتوافق مع دعم روسيا لدمشق في مجلس الأمن لتحسين وصول المساعدات إلى كل المناطق السورية ورفض استخدام الملف الإنساني للضغط على سوريا وهي تتعرض أساسا لحصار أمريكي جائر المقاربة السورية تقوم على إيصال سهل ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية انطلاقا من دمشق وحتى عبر الحدود لكن بموافقة الحكومة السورية المقاربة تنطلق أيضا من إعادة ترميم البنى التحتية وهو ما ترفضه واشنطن وحلفاؤها عبر فرض قوانين العقوبات حمد الخضر دمشق الميادين ترجمة نانسي قنقر